يعني بعد ثلاث مجالس ثلاث دورات ومن المحاولة لإقرار هذا القانون نحن الآن على أعتاب إقراره بتثبيته وبإذن الله يتم الانتهاء منه واستكمال لبنة مجموعة القوانين التي تتعلق في مكافحة الفساد قانون تعارض المصالح كنت أحد مقدمي في أكثر من دورة وشاركت الآن كوني عضو في اللجنة التشريعية بصياغة هذا التقرير لذلك أكتفي بما أوضحت من أمور فنية وردت في التقرير ولكن سوف أقوم بالرد على جهة كانت موجودة معانا في الاجتماع وأبدت اعتراضها على هذا القانون ولهم القضاء القضاء يرون بأن هذا القانون هو تدخل في القضاء ما أدري شلون نحن ما راح نحكم عنك نحن قاعد نقول لك هذا قانون إذا كانت أمام شبهة تعارض مصالح افصح وأبتعد قال لا أنا عندي قوانين تنظم مسألة استشعار الحرج وأنا أبتعد كقاضي عندما أرى بأن هذه القضية مثلا هناك فيها مصلحة أو عداوة أو أن هناك من يردني من يكتشف هذا الأمر متناسين القضاء بأن اليوم أي محامي يحاول رد قاضي ربما يعاقب بدفع تعويض بالثلاثين واربعين ألف دينار لأن تتجرع على رد قاضي يبدو أن الأخوة في القضاء يريدون أن يستمرون بالتمترس والاختفاء والابتعاد عن كل ما هو إصلاحي بإفتراض بأنهم هم السلطة المنزهة الموجودة في الكويت ناسين بأن الأحكام الأخيرة أصابتهم هم وأصابت أداءهم وفضائح القضاء لا زارت مستمرة لذلك هذا القانون وباستمرار معارضة القضاءات المحكمة الدستورية الآن أمام استحقاق قانوني وسياسي وأخلاقي إذا كانت الإبطال الأول للقانون جاء لأن النصوص فضفاضة مثل ما ذكر رئيس اللجنة إلا حكم الدستورية كان فضفاضه أكثر لدرجة حتى لم يصب أي نص بشكل واضح وأثار مسألة دستوريته الآن أمامكم قانون وضعت حطينا يمنع حكم محكمة الدستورية وملاحظات الجميع ويفترض بأن تم إغلاق جميع المنافذ واستمرار تنصل السلطة القضائية من التشريعات ورفضهم لكل ما هو قانون وإصلاح بحجة أننا إحنا ما أحد يعدل علينا إحنا ما يصير القوانين تمتد علينا يا أخوان وهذا الكلام لا بد أن يوجه الأخ وزير العدل يقعد مع القضاة هم سلطة موجودين بالكويت نعم لكن ليست سلطة سامية على باقي السلطات المجلس يشرع والقضاة ينفذون ترجمة نانسي قنقر